السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في سهل وسريع يارب تكونوا بخير بالصحة والسلامة لو عندك طرح قديمة يبقى لازم تشوف الفيديو ده هتستفدي جدا جدا يلا نشوف الافكار بتاعتنا يلا بينا قطعت جزء صغير جدا من الطرحة اللي هي الفكرة الاولى بتاعتنا وابتدت ان انا احط عليه شمع كده من الاطراف وسبت عليه خية الخيش طبعا خية الخيش ده انا قصة اجزاء كتير نفس طول بالزبط متساوية هبتدي سبتهم جنب بعد كده كلهم بنفس المقسات بالزبط واسيب في الاطراف يعني انا لما جيت اقص سبت 10 سنت من كل ناحية اطول من القماش وطبعا هقول لكم ليه في الخطوة اللي جاي اهم حاجة يكون مسادة الشمع يكون سخنة كويس جدا علشان يسبت خية الخيش ده كلهم جنب بعد كي سبتهم كويس اوي في بعض هكامل طبعا بنفس الطريقة بالزبط لحد الاثر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طبعا يعني الحجم احنا بنتحكم فيه ممكن نعمل القماشة اكبر شوية زي ما نحب انا طبعا هعمل على شكل كده مستطيل وهبتدي القماشة اللي زيادة دي هبتدي اتنيها لجوه واسبتها في الشمع لجوه ببتدي بقى اجيب الاطراف اللي انا اسبتها ما سبتتهاش في القماش وبتدي ان انا هفكها كده بالراحة طبعا هفك الاجزاء اللي هي زيادة بس اه ناحيتين هعملهم زي بعض بالزبط هبتدي بقى جيب مشت واسع كده وابتدي ان انا امشي بالمشت على الاطراف برضو علشان كده تتيني الفوليوم اللي انا محتاجاه وتبقى شكلها حل وقوي عملت طبعا الناحيتين عملتهم زي بعض بالزبط هبتدي بقى ان انا هحط لها اي حاجة كده تزينها انا بقى هجيب فيونكات كده بخيط الخيش اه وهبتدي ان انا هزيين بيها وكمان كده شوئات لولي هبتدي ان انا احطهم بشكل عشوائي اتمنى تنزلوا تحطوا بقى لايك للفكرة الحلوة دي انتو عارفين طبعا المفارش الخيش بتبايع فيلمولات والمهلات الكبيرة بقى سعار غالية شوية فاحنا عملناها بتكلفة بسيطة جدا جدا ونزلوا بقى عملوا سبسكرايب للقناة في الزر الاحمر لتحت الفيديو على طول ويلا نشوف الفكرة اللي بعد كده هنا في الفكرة دي هبتدي اعمل اعادة تدوير لحاكتين طرح قديمة وشنطة قماش طبعا بتبقى متوفرة عندنا في البيت الطرحة دي موجودة عندي فهي شفافة شوية فهستخدم معيها الشنطة القماش هبتدي افردها كده واجيب الشنطة واسبتها فيها كويس جدا بالشمة واسيب الجزء اللي تحت ده فيه شراشيب شوية اسيبه زيادة عن الشنطة القماش طبعا هستبت الشنطة كويس قوي زي ما انتم ريفين كده بنفس الطريقة بالزبط وارجع لكم تاني تاني اشتركوا في القناة كمان بسبتوا في الناحية التانية من الشنطة عاوز اقول لكم بقى اللي تروح عليناها شفافة مع لون الورنج بتاع الشنطة القميش شكلهم حلو جدا مع بعض الفكرة دي هتعجبكم جدا ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بنفس الطريقة دي بالزبط طبعا ابتدت الفكرة بتاعيتها تبان ابتدت الشكل النهائي بتاعها هبتدي بقى قتني الاطراف اللي من فوق دي في الشنطة نسته من جوه اشتركوا في القناة 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 طبعا احنا في موسم المصايف وهتبقى شنطة حلوة جدا جدا للبحر هتبقى عملية قوي وعلى فكرة الشمع متثبت كويس قوي فيها هبتدي بقى اجيب عندي دشرة البمبون هبتدي اجيبه وهسبته كده بشكل كده سمبل خالص اي حاجة موجودة عندنا نقدر نزين بيها بتمنى تكون الفكرة عجبتكم وتكونوا استفدت النهاردة من الفيديو لو لسه معا ما بتش لايك نزينها ملو بسرعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة